السلام عليكم ورحمة الله ازايكم وعملين ايه يا رب تكونوا كلكم الخير في اقتا مسحة واحسن حال يا رب الله مأمين وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات والنهاردة جاهلكم فيديو جديد والروتين جديد تحطيلي لايك للفيديو لو لستقوم مرة بتشوفيني ومش مشتركة معاي في القناة تنوريني بالاشتراك من علامة اشتراك تحت باللون الاحمر وكمان فعل زر الجرس علشان يوصلكمني كل جديد وتشوفيني على طول زي ما نشايفين كده من المقدمة بتاعت الفيديو ان شاء الله هعمل معكم قوضة الاطفال النهاردة كده خلاص يعني بصوا كسلت عليها كتير جدا بس خلاص بقى ما ينفعش اكتر من كده عشان طبعا الشيطة دخل علينا وانا شايلة الفرش بتاعها خالص كان مستجاد عندي بتغسل ومن ساعتها وانا ما فرشتوش فالدنيا عندي في القوضة هنا سععة جدا فطب فولت خلاص بقى مستني ايه اكتر من كده يعني الدنيا التلج بجد فقلت لقا هفرش بقى السجاد وكده ومنسمعش كلمتين ما لهمش لازمة علشان القوضة دي بتبقى ساعة واحمد ساعت بيدخل يدام فيها هنا فهعملها بقى ان شاء الله معاكم النهاردة هغير الفرش بتاع السرير وكمان هفرش معاكم السجاد بتاع الارض هنزبطها كده انا كنت لسا عاملها معاكم من قريب تنفيضة عميقة جدا كده كنت شايلة في قول الدولاب وعملة مسحية وكده وكنت عاملة تحت السرير برضو كنت بصو مش قلبها خالص هي الشغل فيها النهاردة زي ما انته هتشوفوا كده معايا هعمل معاكم الشباك وعمل معاكم برضو كده اي حاجة عليها طراب هشيل منها الطراب خالص ثاني معنا اصحة وهحط الستير اللي هي او اللي هي تكملة استير اللي عندي الرصاصي دي هنزبطها يعني كده مع بعض اتبعوا بقى معايا الروتيني مشوفوها في الاخرى هتبقى عاملة ازاي بصو بقى عايز اقول لكم الشباك ده اللي بسبب مكررتوني في القوضة حرفيا بجد ما فيش فيديو بعمله غير لما بتعلقوا على الشباك بتاع القوضة هحكي لكم قصة الشباك ده بقى في الفيديو اللي فات بتاع الروتين بتاع غرفة الاطفال دي اه كنت اقيل لكم ان انا كنت متفقى مع حد يعني تحت مني وكده بيرشوا فهنزله الشباك ويرشوا هولي تمام فلما جات بقى حصلت الظروف بتاع التعب بتاع يازن وكده معرفتش واصلا كان فيه كمان كومنتات كنت قطوري لو هتلحقي تعمليه قلم تلحقي قبل ما الاسعار تغلى وكده وفعلا كانت الفكرة في دماغي وكنت كنت عملت حسابي وكده ان انا كنت ان شاء الله يعني كنت هغيره كنت ناوي غيره وكده خالص فجات بقى الظروف بتاع التعب يازن دي طبعا انصرفت كل الفلوس اللي كنت عاملة حسابي عليها وكده وقلت مش مشكلة يعني الحمد لله طالما يعني هي جات في حاجة زي كده عادي مش مشكلة مش مش اللي هو شكله باشع قوي يعني للدرجة دي انا فعلا متضايقة منه لان انا كان نفسي يبقى ابيض وهو بيتعمل يعني بصوا كل فيديو بتكلمكم عن الشباب كان نفسي بقى ابيض بس ده علشان الكمنتات كل برضو فيديو بتكتبوني تحت في الكمنتات مع اني ببقى قيلة لأ غيريه لأ شكله مش حلو بس هو مش باشع قوي يعني جماعة بالشكل انتو بتشوفو كده كده لما بحط الاستطارة بتداري يعني شوية وبتبقى اللون بتاعه مش ظاهر اصلا فزي ما بقولكم كده الظروف بقى اللي حصلت دي طبعا يعني انا كمان والله يكنت هجيب دي فريزر ساعتها علشان الشتة ومنزلش وعمل التفريزات بتاعت رمضان وده برضو انا متعطلة عليها بسبب ان انا ما عنديش مكان خالص بس الحمد لله ربنا ما اقردش وفلوسات اتصرفت في حوار الدور بتاع يا زندل حد النهار ده لسه على فكرة ما خلصناش يعني وبنروح المستشفى وكل حاجة بس هو الحمد لله بقى احسن يعني يعني الاول عليه كده شوية اه لحد بقى ما نشوف هغيره ولا هرشه لان الاسعار كل يوم اصلا بتغلى واسعار الانومتال دلوقتي بقيت غالية جدا جدا فقومتين متخيلين بجد ربنا يكون فعون الشباب اللي بتجهز ويعني مش عارفة بصوا انا دلوقتي مثلا لما بقيت روح اسأل على حاجة او عايز اجيب حاجة او مثلا حد بيقول انا جبت الحاجة الفلانية وجبتها بالسعر كزا فبقى مسبهلة من الاسعار اللي انا بسمحها يعني بجد ربنا يرحمنا برحمته ويتولينا اه المهم هنا جبت الاسطورة اللي انا كنت شايلها دي انا بصت اسطورة دي مش دايما بحبها في الاوتو بحبها اكتر في الشتا اه وبحبها كمان مع حاجات معينة لان الفرش الشتوي عندي بيميل اكتر للروز والحاجات اللي هي الكشميرات والبينكات والكلام ده فبحطها اه غير كده في السيف بحس ان هي برضو بتبقى كاتمة شوية لان كل ده قطيفة في قطيفة فاتقيل شوية فبحبها اكتر في الشتا زي ما قلت لكم كده وفي نفس الوقت هي هتمشي برضو مع السجاد ومع المفارش اللي انا هحطها بتاعت الاطفال دلوقتي والمفارش اللي انا هحطها دي عليها ميكي موس وحاجات كده التريقوش بقى عشان دي من ايام ما كنت ماما كت بتجهزني وكده كت مستعجلة عليها قوي فكت اي حاجة في الحاجات دي بتجيبها يعني كت بتعجبها كت بتجيبها وكده فطبعا دلوقتي الحاجات اللي طالعة موضر من اكتر حاجات اهدر من الرسومات والكلام ده بس يعني ايه الدنيا كلها تبقى ماشية مع بعضها يعني وكده ايه حطيت بقى الستير بصوا هما سهلين عندي جدا بس للاسف بقى دي واقعت دلوقتي فخربشت الحيطة مش مشكلة ايه سهلين يعني بتشالوا ويتحطوا كده وفي حركة انا كنت بعملها كده ببلزق الاتنين في بعضه عشان يعني متحسوش ان فيه فراخ كده بين الستارتين بس انا مش هعملها النهاردة عشان انا عايزة اصلا الام الستارة اللي هي الكاشمير دي آآ الامها كده بالحلقة اللي هي بتتحط كده في الستارة دي او اللي هي بتاعت الستارة دي عشان ايه يعني ما يبقوش الاتنين نازلين كده هتشوفوا برضو شكله خلاص بقى كده وكنت خلصت الشباك وجبت بقى الفوتا كده ومشيت عالستير عشان لو حاجة قطرعت من الترابي الشباك ولا حاجة عالستير وآآ كمان نفطت الجزء اللي هو الكابتاني ده وبشيل بقى اخر حاجة الفرش بعد طبعا شلته بعد ما طلعت ركبت الساتير عشان ما طلعش برجلي على الكوفرات وبهدلها طبعا اللي اهم من الشغل تصبيط الشغل يعني نبقى ماشيين كده بنزوم وبترتيب ومنبهدلش الحاجة واحنا بنروأ كده يبقى فيه شوية نزوم يعني آآ واخر حاجة بقى بعملها هي بشيل طبعا الفرش بقى السرير ده هحطوهم اول باول كده علشان مراكمش علي غسيل هاخدهم دلوقتي كده وحطوهم دورة في الغسيلة على طول عبال ما خلصوا القودة يكون هم كمان خلصوا ونشرهم يلحقوا ينشفوا يعني واشيلهم على طول آآ زي ما قلت لكم كده هخلص بقى السرير واخر حاجة بقى هعملها هي ان انا هكنس الارض وهلمعها ونفرش مع بعض السجد اخدت بقى كده الحاجات دي كده بصوا هم مش هيحتاجوا حاجة معاهم لان انا مش بحب بقى كبس عندي الغسيلة قوي علشان تنظف الحاجة هم مش متبادلين ما فهمش التساخ بس هم فيهم طراب فبرضو في نفس الوقت يعني ايه بحب الحاجة كده تاخد رحيتها جوا الغسيلة حطيتهم عملت بهم هم دورة بس وحطيت معهم شوية برسيل كده آآ ده مش برسيل انا بستخدمش برسيل اصلا مش عارفة لي دايما بقول لكم برسيل حطيت معهم شوية اوكسي اللي هو الجل ده انا بستخدم يا اريا لاما اوكسي آآ وجبت بقى هنا كده اللي هو الجوانسي بتاع التراب ده عايز اقول لكم برضو طحفة زي وزي الفوتة بالزبط كده ويمكن كمان احسن لان التحكم في آآ اسهل يعني بتبقي لابسها في ايدي كده وبتمشي ايديك على الحاجة فجميل جدا آآ الناس اللي اسألتني عليه ده الجوانسي بتاع جرينوي هو نازل جديد يعني لسه نازل قريب ما كانش موجود عندهم الجوانسي بتاع التراب ده فصراحة اول ما ما نزل آآ الاستيلار اللي انا بتعامل معاها هو كده بعتته لي ايش لي جربيها يا جبك وفعلا تحفة جدا ده بقى دي للفوتة والفوتة آآ بجيبها برضو آآ من عندها الفوتة طبعا بازت في الفيديو اللي فات زي وانت شفت احمد اديها للسباك مسح ايده فيها من الاسمنت فطبعا شربت اسمنت وخلاص يعني ما بقتش هي الفوتة فبقيت بستخدمها بقى عادي دلوقتي في اي حاجة وبخسلها باي حاجة مش مشكلة وهسيب لكم لينك الجروب بتاع السيلار اللي بتعامل معاها بتاعت منتجات جرينوي عشان الناس اللي طلبتو مني كتير بيبقى صعب جدا ان انا اخش احطه في كل كومنت فهسيبه لكم في التعليق المثبت بتاع الفيديو ده وفي صندوق الوصف كمان ادخلوا عندها هتلاقوا كل انواع الفوت بتاعت جرينوي وكل المنتجات بتاعت جرينوي سواء منوظفات او منتجات للبشرة او فوت او اي حاجة من المنتجات بتاعت جرينوي هي بتكون متوفرة عندها يعني هي دي ميزة عندها وكمان بتوصل كل المحافظات وكمان عندها شاحنة خارجي عايزة اقول لكم برا مصر يعني ما شاء الله عليها ببنية بسة عرزقاها يا رب وعايز اقول لكم بجد من الشخصيات الجميلة جدا اللي مريحة اوي في التعامل وهتتبسطوا جدا من التعامل معاها بجد لانها زوء قوي والحاجة بتاعتها عندها امانة فيها وزي ما اكلمتكم كتير قبل كده ان الحاجة دي بيكون فيها منها التقليد والحاجات مضروبة فلازم لما تتعاملوا تتعاملوا مع حد يكون فعلا عنده مصداقية وبيتقرب بينه في الحاجة اللي هو بيشتغل فيها وهي عندها النقطة دي وكمان مش بتبلغ في الاسعار بتاعت الحاجة ولو انتو بتشوفوا ان الحاجة دي يعني سعر الفوتا بيكون غالي شوية بس هي بتغنيكي عن استخدام منظفات كتير وانتو شفتوا معايا فرقت معايا قد ايه حتى في المشترات بتاعة الشهر انا ابقيتش باجيب منظفات نهائي عندي في البيت يعني لانا خلاص باستخدم الفوت عندي بتاعت التراب بتاعت الازاز عندي بتاعت الدهون عندي كل الفوت فخلاص مابقتش حتاجي ان انا اشتري منظفات خالص والفوتا دي استلحية بتاعتها سنتين فهت๋عوذي سنتين يعني لو الفوتا مثلا بميت جينيه لو نفرد يعني انا مش عارفه دلوقتي الاسعار ايه فانتي هتعوذي سنتين بتستخدمي الفوطة بمية بس من غير اي حاجة. طبعا بتحتاج السابونة بتاعتها برضو للامنة. آآ دي اللي انت بتنظفيها بيها. ومش يعني مش في التنظيف اليومي. انت بتفضلي طول النهار شغالة بالسابونة. لأ انت في اخر اليوم خالص بعد ما بتخلصي الشغل بتاعك بتختليها بالسابونة وبمية صخنة. وبتسيبيها بقى تنشف لحد ما تستخدميها تاني بقى سبقتي تتنظفي بها تاني يوم او استخدميها مرة تانية. المهمة برضو ان هي يعني سعرها بالنسبة لان هي الاستخدامات بتاعتها فهي لا اقتصادية جدا يعني ده بالنسبة لي طبعا وبالنسبة لرأيه الشخصي. ده علشان بتسألوني كثير جدا على المنتجات بتاعت درينوي. المهم بقى هنا كده طلعت الفرش بتاع السرير. حطيت الملاية دي عندي سيدة دي اصلا مش بتاعت المفارش. المفارش جاي من غير ملايات. وبرضو مش عارفة المفارش جي معاها اكياس مخدات طويلة ولا لأ. كنت قلت لكم في فيديو كده كنت بفرش كوبيرتات هنا. قلت لكم ان هي كان معاها اكياس ومش لقيها ومش عارفة ايه. الحمد لله وانا بطبق الدولاب لقيتها. مش فاكرة قلت لكم ولا لأ بس لقيت الكسين بتاع الخضا ديات الطوال ومش لتهم كده جوال طقم بتاعه. مش عارفة دول بقى كان معاهم ولا مش معاهم اصلا. مش عارفة لو حد عنده نفس الطقم كده يقول لي هما بيجو بي ولا لأ لان انا فاكرة ان هما كان معاهم كسين طوال برضو للمخدة. فا دورت عليهم ما لقيتهمش. وكالعادة طبعا عقدة الاكياس الطويلة معايا مش عارفة بتروح مني فين. يعني الحاجة الوحيدة اللي بتدع من عندي هي الاكياس. هي مش بتدعها ولا حاجة الحمد لله بلاقيها. بس وقت ما بكون محتاجة ان انا استخدمها مش مش بلاقيها. فا لو عندكم نفس الطقم كده اقولولي انا صح ولا غلص لان انا فاكرة متأكدة كمان ان هو كان معاا اكياس طويلة يعني. المهم بقى هنا خلاص كده خلصت السرير فرشتها وحطيت كده برضو المفرز بتاع الكمود ده وجبت بقى الفانوس ده بدل الفانوس الاسود لان هنا ما فيش اي حاجة تستدعي للون الاسود. فحطيت الفانوس الابيض ده بتاع ايكيا. وكنت جايبة كده مشتريات برضو من ايكيا. هو بوكس كده صغنم خالص كنت عايزة هفتحه برضو معاكم وورهولكم. بس الفيديو بقى يعني اخد مني وقته كده وكنت محتاجة انزل فهورهولكم في مرة تانية الحاجات اللي انا كنت شاريها. منهم برضو حاجات اللي هي كنت جايبة كده اتنين زهرية لقودة النوم اللي انا حطيتهم مع الكمود دول معاكم في الفيديو بتاع قودة النوم في الروتين بس ما قلت لكمش يعني. دول بقى اتصدمت فيهم صدمة العمر عارفين اللي هو هي بينة على الصيد عندهم باينة كده كبيرة ومالية مركزة وحلوة كده وطالع منها آآ فروح كده وباينة باينة انا متخيلة من انا هتجيلي عارفين هتجيلي زهرية كده آآ شكلها حلو كده وكبيرة انا بفتح البوكس اللي جالي كده ايه ده يعني يعني كنت عايزة رجحها في ساعتها والله العظيم. وكان سعرها سبعين جنيه الواحدة اللي انا اصلا فاكرة وانا بتجوز انا كنت جايبة اللي هو الطقم اللي هو الثلاثة على بعض اللي انتم بتشفوه عندي ده. كان مش فاكرة كان عامل خمسين جنيه ولا كان عامل كم والتلاتة متخيلين. فبجد يعني الدنيا راحت في حتة تانية خالص. والحاجة اصلا مش موجودة يعني. فنا دمت بصراحة ان انا طلبتهم كده واتسرعت وبعد كده بقى قلت ايه حاجة احب اطلبها بالمسطرة كده امسك المسطرة في ايدي. واشوف ايه مكتوبة عليها كم سانتي بقى كده بتخيلها الاول اشوف الابعاد بتاعتها وبعد كده بقى اطلب اشوف بقى هجيب ولا مش هجيب اصلا تاني خلاص اه حاجات في خاصة الحاجات بتاعت الزرع بتاعت ايكية والحاجات دي غالية جدا عندهم على الفوض يعني. انا مشوف الحاجات دي برا اسعارها حلوة جدا واسعارها يعني مناسبة جدا واحجامها حلوة مش عارفة هم مالهم طالعين اوي كده في الاسعار ليه في الحاجات اللي هي بتاعت الزرع عموما يعني الزرع الصناعي كمان يعني. ااا يعين ما حد شد له مع عندهم بجد الزرع الصناعي مش حلوة خلص فيه حاجات تانية زي اثوايا المرشيدي او اا اا حاجات حاجات اللي هي هي الهايبر ماركت الكبيرة والمولات والحاجات دي بايبقى عندهم برضو الحاجات بتاعت الفوزات بتاعت الزرع والمزهريات والحاجات دي بتبقى اسعارها ارخص من عندهم كتير جدا يعني بس هو بقى الغباء يعني مش هطلق من عندهم عاجات خلاص. وبرضه عشان الناس اللي بتسألني يبطلوا من عندهم ازاي الحاجة اونلاين هما طبعا عندهم حاجات كتير جدا حلوة يعني بغض النظر عن الزرع وكده. آآ بدخل عادي على جوجل كروم ده وبكتب ايكايا في السيرش بيطلع لي اللينك بتاع السايد بتاعهم بدخل عليه. ثم بقى بتحوليه عربي عايزة بالانجليز زي ما انت عادي بتتعاملي بقى وبتتتابعي الخطوات بتشوفي بقى الحاجات اللي انت محتاجيها بتخذيها معاكي في السلة. واخر خطوة خالص هي بقى التسجيل بقى بتاع العنوان بتاعك ورقم التليفون والبيانات بتاعتك بقى متن دي بتحطيها وبتطلبي وبتجيلك الحاجة بعدها بيوم او بيومين بكتير على فكرة ما بيتأخروش خالص في الانلاين. آآ وهكزا برضو من على الفيسبوك بتقدري تكتبي الاسم بتاع السايد بتاعهم بتكتبي ايكايا بس هما بتطلع لك بتاعتها بتدخلي عليهم آآ وبتلاقي برضو اللينك بتاع السايد وبتعملي نفس الخطوات اللي انت عملتها من على الكروم عادي كده او كده بتعرفي تطلبي من من الاتنين. المهم بقى هنا كده آآ اخر حاجة بقى عملتها هي ان انا كنست الارض طلعت بقى منها شوية تراب كده بس ده علشان احمد كان بيحط لي الكوتشيات بتاعته جنب المكتب كده فنفضتهم ودخلتهم في الجز دايما وطبعا التراب اللي خرج منهم ده يعني فيه منه ونزل على الارض كده حبة وفيه منه كان على الفايل ده فشلت رميته على طول. هنا بقى السجادة دي فكتها. عايز اقول لكم بقى حاجة انا لقيت السجادة كبيرة انضف من السجادة الصغيرة لما كنت قلت لكم من السجاد جالي ولما راح مرتجع وجالي تاني فتحت الصغيرة لقيتها برضو يعني لست فيها التساخ دلوقتي هتشوفها معي او السفرور مش التساخ. آآ ده بيبقى معي بشطف تقريبا كده يعني. فلاقيت لقى الكبيرة صراحة انضف كتير من الصغيرة. الحمد لله يعني هو هياخد وقته بيبقى تغسل تاني. آآ المهم بقى هنا كده خلاص قفلت بقى كده القوضة قفلت خالص الشباك علشان الشتاب يدخل كده عندي جوه الشباك والشباك بيشرب مية. فقفلته خالص. وبعد كده بقى قفلت استطارة واخر حاجة بقى كده آآ جبت اللي هي مش عارف اسمها ايه صراحة البتاع بتاعة استطارة دي. الماسك ده او آآ او البتاع بتاعة استطارة. ما علينا مش عارفة اسمها. المهم فحطيتها كده بالشكل انتم شايفينه ده. لميت برضو كده استطارة شوية. كده حاسيت شكلها ارأي كده في القوضة. وهنا بقى خلاص في الوقت ده بقى كان نفسي اعطر القوضة. اعطر يعني عارفين وقاحشني كده ريحة المعطر او البخور بس طبعا للأسف ممنوع 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 ممنوع. فقلت بقى مش مش كده نكتفي بهزا القدر من النظافة. قلولي بقى كده رأيكم في القوضة اللي كرهتوني فيها بسبب الشباك. بجد. آآ بصوا ده كده السجدة. هنا بقى السجدة التانية اهي دي اللي مسفرة شوية. وكده خلاص بقى كانت القوضة خلاصة. ده كان الروتين بتاعي النهار ده. يارب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتم منه باي حاجة حتى لو بسيطة متنسوش بقى تحطوا لي لايك للفيديو كده. ولو لسه اول مرة بتشوفيني ومش مشتركة معي في القناة. نوريني بالاشتراك علشان يوصلك مني كل جديد. انا بنزله. وهتوحشوني جدا من هنا لحد الفيديو الجاي. ان شاء الله حاول ما اتأخرش معاكم وانزلكم كده فيديو قريب على قد ما قدرياني. على حسب تشجيعكم ليه. يبقى في تشجيع هنزل على طول. ما فيش تشجيع بقى يبقى في الظروفة. بس كده ده كان الفيديو بتاعي. اشوفكم في فيديو جديد. اشوفكم على خير مع السلام.